مشاكل المكنة اللي ما بتمشيش على الاقمشة التقيلة والخفيفة في الشتاة في الفيديو ده هنستعرض المشكلة وحلها باكثر من طريقة ما تنسوش اللايك والشير ويلا نبتدي الفيديو على بركة الله الشتاة بدأت ومشاكل المكنة كتير ما بتمشيش على القمش وأفكار وحاجات كتير كده وكل شوية بنعاني من المكنة طيب بصوا النهار ده بقى كده الفكرة دي ان شاء الله تمشي معاكم مع القمش بصوا دا كده شريط اللحام او البلاستر الشفاف او اي شريط لحام يا جماعة اهو شريط اللحام وباخد جزء كده منه على الدواس اهو الشكل ده تمام ونرجع نركبه تاني طريقة دي طبعا نجحة والطريقة اللي امهاتنا او اجدادنا كانوا بيعملوها كان ورق الجرائد اللي بيتقسقس ويتخيط فوقه طبعا دوقت ما فيش جرائد غير نادرا فمعاكي دي ومعاكي دي بديل الجرائد طبعا الورق ممكن ورقة كراسا كده تفضل اتقطعي علشان تخيطي تمام طيب اه ابرة معينة ابرة معينة اه فيه يعني مش هقولك ما فيش بس كمان بيكون حل مؤقت في قماش ما بينفعش برضو مع الموضوع تمام اهو اهي بصوا اتخيطة هجيب لكم قماشة تكون لون مختلف عن الخيط عشان تكون قل دي مسلا كده قماشة صعبة جدا خياطتها للفرو زي ما حددتكم شايفين اهام تمام وهشوف بقى كده البلاستر او سرطيب اللي انا عملته بسم الله والخيط احمر عشان يكون واضح اهو خياطتش طيب تمام خياطت اهو وخياطة حلوة زي ما حددتكم شايفين ادي الخياطة بس عشان تخيط حطت ورقة تاني يعني هي عشان انا حطت ورقة واحدة الاول ما خياطتش بصراحة اهي وما كملتش تمام؟ فعشان تخيط كملت وحطت ورقة تاني تقلت عليها علشان تبقى في سماكة عشان تخيط تمام؟ طيب الكلام ده لو حضرتك الشاريتي مكنة وبتضيقك الكلام ده لو انت امام الامر الواقع يعني عندك مكنة سودة ومش بساعدك على المشة دي وعالحلائر وعالدفايات وعالشتوي فانا بقولك اهو يعني حطي بلاستر وخياطي بالشكل ده او هاتي اه ورق افضالي اسقاصي وخياطي بالشكل ده بس لو هتعمل المشروع اسفى الكلام ده مش هينفع بالمرة يعني لو حضرتك اشتريتيها وخلاص بقيت يفوش المكان وفوش المدفع زي ما بيقولوا هنفتكس بس البيتك انا لو عميلة وجيت يعني اسلم منك شو لقيته اه بوراق لقيته بالطريقة دي بغرزة طالعة وغرزة نزلة اسفى مش اخطر لا بحبتك ولا عايز ادائك ولا عايز اقولك ما يفعش تشتغلي ولا ما يفعش تفتحي المشروع يا جماعة اساس النجاح طبع التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى بس الدنيا اختلفت المنافسة بقت قوية اه لازم شغلك يكون الاحسن الافضل الاعلى جودة وعشان اعمل ده فانا لازم ادواتي تكون جاهزة يعني لازم نهاردة فكرت اعمل مشروع ما بقاش مضطرة بس فزيني جدا السؤال بتاع ما كان على قديل ايد او ما كان اساعدها يكون رخص عشان عايز افتح مشروع اسفى مش هاخد منك شغل لانو انا يهمني كعميلة لما البس فستان حضرتك مؤثره لي يكون شكله كويس يكون معمول بحرفية يكون مصبوط لانو انا مش هشتري فستان بالف جنيه عشان اعمل له تانية يعني مش عايز حد يزعل مني يكون شكلها مش كويس تمام؟ يبقى لازم اشتري مكنة كويسة مدائنيش ماضطرش اختار معها اوبشن انه ادخل عليها افتكاسات المكن القوي ثلاث انواع في السوق اللي هو الجاك الجوكي السانسير مابيحتاجوش لكل هذه الخطط علشان اقدر اشتغل مابيحتاجوش ابدا ان اعد ادور على حاجات عشان اعرف اعمل حاجة لازم اختار نوع مكنة يساعدني نوع مكنة كويس جدا اظن انا بالفكرة بتاع النهاردة وضحت لك الفرق ما بين انك تبداعي مشروع والبعض والكتير للاسف اه في البستات يفضل يقول ايه اه ربنا يكرمك ابتدي عادي بمكنة سودا ابتدي عادي بمكنة سجر ربنا يكرمكم طبعا اكيد يا رب كلكم ربنا يكرمكم بس المكن اختلف سنجر بتاع من مية سنة فات مش زي الطاع النهاردة النهاردة كله بلاستيك النهاردة اه لو جيت تركيب سوستاج لبانطلون جنز ما كان اراحب باسط حرفيا لما الشغله كله جنز الشغله كله جبردين دلوقتي الشغله كله محتاج مجنة قوية تساعدك اه الحاجة الوحيدة اللي سعرفي تعملي بها مشروع هي ملايات السرير وكمان بدون اضافات يعني بدون السعر الهندي بدون الارجانزة بدون الحاجات دي يعني انا بساعدكم بساعدكم بالمعلومة الصريحة اه المعلومة الصدقة مش انا اقول لك روح اشتري وممكن تعملي المشروع هتتعذبي هتوقفي مش هتكملي ازاي فاتمنى انتو اه يعني تاخدوا الكلام مش على محمل الزعل او على محمل الهجوم المكنة لازم تكون كويسها المقص لازم يكون قوي وكويس اه ما يهمنيش بعد كده الادوات الباقية ما يهمنيش كلها رفاية اقدر استغنى عنها لكن اللي انا مقدرش استغنى عنه اساس المشروع انا مش زي كل مرة اقول لك اشتري زي ما بتشري البتوجال زي ما بتشري الغسالة لا ده ده هيدخلك رزق ادخلك فلوس لا يبقى احسن من اي حاجة اشتريتيها لان ده المكان اللي انت هتعودي فيه وقت طويل تشتغلي عشان ربنا يكرمك ده اللي هيتني فيه ضغرك فلازم يبقى حاجة على المستوى ده وانا مش عايز احد يزعل مني مش عايز احد يتدايع الحلول كتير عشان تعمل حاجتك لكن لو هتشتغلي اشتغلي صح واسف على الاطالة بشكركم جدا جدا ارجو بتابعتنا على اليوتيوب وعالفيسبوك الخيطة اسهل مع ام عبدالرحمن وخيطة وتدبير وقعد التدبير وكل التطبيقات والحاجات اللي انتو عايزين تعملوها ممكن تبعتوها لي على الامال الشخصي على الفيسبوك سماح السيد مهدي بالعربي وصورتي هتلاقوها على الايكاونت وان شاء الله اشوف كل التطبيقات وبشكركم جدا وبترككم في العاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة